سلسلة جديدة عن أكثر الكلمات المتشابهة باللغة الإنجليزية أو بعض الكلمات اللي تنطق زي بعض باللغة الإنجليزية في هذه السلسلة راح أستهدف أكثر من ألف كلمة هي الكلمات الشائعة والمستخدمة في الحياة اليومية So let me get started Effect والكلمة الثانية هي Effect Effect ومعناتها تأثير أثر نتيجة على شيء معين مخدرات لديها تأثير كبير على صحتك أنا أشعر بتأثير التعليم على حياة الناس الأيام هذه I have no effect on the current situation I have no effect on the current situation ليس لديها أي تأثير على الوضع الحالي وكمان بإمكانك استخدام Effect كفعل بمعنى يحدث أو يوقع أو يدخل شيء حيث التنفيذ I have the ability to effect change in the children's behavior I have the ability to effect change in the children's behavior عند القدرة في إحداث تغيير في سلوكيات الأطفال This is the man who effected this victory هذا هو الرجل الذي أحدث النصر أو الذي جالب النصر الكلمة الثانية هي Affect والكلمة السابقة هي Affect هذا Affect Affect بمعنى يؤثر يؤثر على شخص أو يؤثر على وضع معين You deeply affected me by your strong speech You deeply affected me by your strong speech أنت أثرت علي بشكل كبير بخطابك القوي My channel has affected your life positively My channel has affected your life positively قناتي أثرت في حياتكم بشكل إيجابي الكلمة الأولى هي Affect Affect والكلمة الثانية هي Affect 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 Complement Complement والكلمة هذه Complement Complement متطابقات في النطق بس يختلفوا بالمعنى Complement بال-I معناتها يمدح أو يجامل أو مديح أو مجاملة يعني اسم وفعل I want to compliment you on your new video I want to compliment you on your new video أنا أريد أن أجاملك أو أمدحك على الفيديو الجديد تبعك I don't compliment through guys I don't compliment through guys لا أجامل الأشخاص الواقحين وبإمكانك استخدام نفس الكلمة كمجاملة أو كمديح I appreciate your compliment I appreciate your compliment أنا أقدر مديحك أو أقدر مجاملتك I'll take it as a compliment I'll take it as a compliment راح أخذها كإنها مجاملة I blushed at your compliment I blushed at your compliment أنا وجهي صار أحمر من مديحك أو من مجاملتك مرة وجهي بمعنى إنحرشت من مجاملتك كلمة الثانية كلمة الثانية كمبلمنت 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 هي نفس النطق بالضبط ولكن هذا بالإي معناته يكمل يكمل شيء آخر أو تكمله تستخدم كأسم تكمله برضو تكمله لشيء آخر سارة وعلي يكملون بعض جدران ذات اللون الأحمر الغامق تكمل الكراسي ذات اللون الأحمر كمان بإمكانك استخدام كأسم بمعنى تكمله لأي شيء معين هذا الروز راح يكون إضافة جميلة للأطباق المشوية هو راح يكون تكملة رائعة للفريق ممكن الفريق ناقص لعب فهو راح يكون التكملة أو اللاعب اللي راح يكمل العدد الكلمتين يبدأين بصوت والكلمة الأولى تبدأ بلوس تنتهي بس والكلمة الثانية تنتهي بزي ساوند فالكلمة الأولى تصير والكلمة الثانية تصير هذا الكلمة لها أكثر من معنى راح ناخذ المعنى الأول اللي بمعنى شيء غير مثبت يعني فضفاض شيء واسع أو شيء مرتخي اسناني مرتخية البالته وخاصة تبعة التخرجة والاحتفالات واسع أو فضفاض عندي جاكت فضفاض أو جاكت وسيع كمانا بإمكانك استخدام كلمة لوس كفعل بمعنى يرخي الشيء لما يكون مشدود يرخيه أو يطلق صراح شيء معين حيوان أو إنسان أنا حابب أفك لغنمك أو أطلق صراح غنمك أنا أريد أن أفك لك أو أطلق صراحك وكمان تأتي بمعنى يرخي يرخي شيء مشدود أنا أريد أن أرخي الحبل أما هذا الكلمة فهي لوس الفرق بينها وبين الكلمة الأولى الكلمة الأولى تنتهي بـ فهي لوس وهذا الكلمة تنتهي بـ فهي لوس ومعناتها يخسر يفقد أنا أفقد شهيتي عندما أرى لا تفقد الثقة بنفسك لا أريد أن أفقد أصدقائي بسبب غباءه الكلمة هذه هي who is والكلمة هذه الكلمة الأولى إذا شلت الآي وحتيت فتصير يصيرين الثنتين زي بعض الكلمة الأولى لها استخدامين إذا أتت في بداية الكلمة تأتي بمعنى من وإذا أتت في وسط الكلمة تأتي بمعنى الذي أو اللي وتستخدم عادة مع الإنسان فقط who's coming tonight who's coming tonight who is coming tonight من اللي جاي الليلة who's knocking the door who's knocking the door من يدق الباب وهذا الكلمة إذا أتت في وسط الجملة تأتي بمعنى الذي أو اللي للأشخاص مثلما اتفقنا فقط أو للإنسان فقط I know the man who's knocking the door أنا أعرف الرجل اللي يدق الباب أو الذي يدق الباب I know the man who's calling you now أنا أعرف الرجل اللي بيتصلك الآن أما هذه الكلمة فهي whose وهي كلمة تعبر عن الملكية إذا أتت في بداية الجملة تأتي لمن هذا وتسأل هنا عن الملكية وتستخدم للملكية فقط whose car is this whose car is this سيارة من هذه whose house is that one whose house is that one منزل من هذا أنا قابلت الرجل اللي أبوه اتوفى الأسبوع الماضي اللي هي كلمة اللي هي كلمة معنى هذه الكلمة جميعكم كلكم أو كلكم مع بعض نحن نريد أن نذهب جميعنا إلى الحفلة أو كلنا مع بعض إلى الحفلة أنا أريد أن أراكم كلكم في الفصل أما هذه الكلمة اللي هي نفس النطق وتنطق فلها أكثر من معنى المعنى الأول بمعنى بشكل كامل أو بشكل كلي أنا أريد أن ألغي أو أنهي العبودية بشكل كامل هنا ما ينفعش تقول جميعكم أنا أريد أن ألغي العبودية جميعكم فأكيد من خلال معنى الجملة راح تلاحظ أن معناها هنا بشكل كلي وكمان تأتي بمعنى إجمالي قد يكون إجمالي عدد أو سعر سعر إجمالي عدد الناس خمسة كم عندي لك أو كم أنا مستلف منك فلوس؟ الإجمالي كم؟ كم عندي لتعطل سعر ألغي أو بشكل كامل كانت سعر ألغي أيضا كم عندي لك أو بشكل كامل سعر ألغي ألغي أو بشكل كامل كامل إجمالي راح تدفعو خمسمائة دولار إذا سافرتو كلكم مع بعض يعني الكلمة الأولى عرفتها من الفلوس أنها المقصود فيها اللي هي بل واحدة ومع بعض والكلمة الثانية عرفت أنها المقصود فيه جميعكم مع بعض لأنه فيها سفر ورح تسافرون مع بعض المعنى الأخير لهذه الكلمة الخلاصة وقد يكون الخلاصة لكلمة في اجتماع أو الخلاصة لنقاش معين باختصار أو الخلاصة أعتقد أنك قمت بالقرار الصحيح أو القرار الصحيب أتمنى منكم التفاعل مع هذه السلسلة عن طريق الإعجابات أو كتابة التعليقات أتمنى أن يوصلني تعليقات عن رأيكم بهذه السلسلة لكي نستمر في هذه السلسلة أو نتوقف عن هذه السلسلة سيا ترجمة نانسي قنقر